في عام 2012 رحبنا حوالي 70 شريكاً جديداً لتصبح موطناً لـ 191 شريكاً يساهم شركائنا في تطوير القطاعات الإعلامية والمبتكرة للمنطقة ومن شركائنا على سبيل المثال وليس الحصر أمانسي ساتشي، سبين ميديا، ميديا كوم وآبس باكتوري يدرك كل شريك منهم فرص النمو الهائلة المتوفرة في العالم العربي وقد التزموا بتقديم استثمارات وموارد كبيرة في مبادراتهم انطلاقاً من 2454 يحضر ويتابع شركائنا العديد من الفعاليات الرئيسية على المستوى المحلي والأقليمي والمثال على ذلك مشاركاتهم في مؤتمر الأمم المتحدة بدولة قطر فعالية NBA Jam Fest مهرجان أبوظبي السينمائي فعاليات يا سلام اليوم الوطني لدولة الكويت بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون وبطولة مبادلة العالمية للتنس كانت سنة 2012 مليئة بالنجاحات لـ 2454 حيث قامت إنتاج الذراع المتخصص بتوفير مرافق وخدمات عالمية بدءاً من الإنتاج ووصولاً إلى البن قمنا بإنتاج 7096 ساعة من البرامج التلفزيونية وافتتاح أربع استوديوهات جديدة للإنتاج بالإضافة إلى العمل مع 96 عميلاً جديد والفوز بأربع جواز وإكمال عملية بناء 18 موقعاً للإنتاج وعلى مدار العام استمرت تدريب بتقديم برامج تدريبية متخصصة لشركات من مختلف أنحاء المنطقة مع إطلاقها العديد من المبادرات الجديدة منها تقديم 12 برنامجاً تدريبياً وافتتاح أكاديمية 2454 للألعاب الإلكترونية التي استقطبت طلاب من جميع أنحاء العالم كما قدمت عدد من الدورات التدريبية المخصصة لقنوات البث مثل مؤسسة دبيل الإعلام وقناة الشارقة وقناة الجزيرة للأطفال وشبكة أوربت شو تايم وقناة عمان هذا وأنه المختبر الإبداعي 25 مشروعاً بالإضافة إلى تقديم 5 ورش عمل تدريبية ووصل عدد أعضاء مجتمع المختبر على الويب إلى أكثر من 4700 عضو في حين تم اختيار 8 أفلام للمشاركة في مهرنجانات سينمائية محلية ودولية مع الفوز بعض أفلامه بـ 17 جائزة ومشاركة بعض الأفلام في 120 مهرجان سينمائي وهنا يسعدني مشاركتكم أبرز مشاريع المختبر الإبداعي لعام 2012 مثل الفيلم القصير أصغر من السماء قام المختبر الإبداعي بتمويل فيلم عبدالله حسن أحمد وعرض الفيلم لأول مرة في مهرجان أبوظبي سينمائي 2012 وحاز خلالها على جائزتين وأيضاً الفيديو كليب يا خليفتنا أغنية خاصة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات وهو من إخراج الإماراتي عبدالعزيز أحمد شارك فيه 15 عضواً من مجتمع المختبر الإبداعي في عملية إنتاج الأغنية التي حققت أكثر من 87 ألف مشاهدة على اليوتيوب جاءت الأغنية نتيجة تعامل وثيق بين الشاعر الإماراتي المشهور عارف الخاجة وسفير الألحان والمنتج الموسيقي فايز السعيد وأيضاً الفيلم القصير ضوء دامس وهو من إخراج ياسر الياسري وعرض للمرة الأولى خلال مهرجان أبوظبي سينمائي في 2012 وحصد جائزتين جائزة مسابقة أتلام الإمارات لسرد القصص القصيرة وجائزة أفضل فيلم سينمائي يعمل ياسر حالياً على إنشاء شركته الخاصة وبدء أعداد مسلسل تلفزيوني جديد في 2454 ويسرني أيضاً مشاركتكم بخبر ترشيح هذا الفيلم لجائزة أفضل فيلم روائي قصير في مهرجان تريبكا نيويورك في 2013 من أبرز نجاحات 2454 في العام 2012 على سبيل المثال وليس الحصر إدراكنا فرص النمو المتوفرة في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط ومن هذا المنطلق ابتتحنا أول أكاديمية للألعاب الإلكترونية في المنطقة بالشراكة مع يوبيسوفت ومعهد SAE تمكن طلاب الأكاديمية التسعة من تصميم ألعاب إلكترونية يمكن استخدامها على كافة الوسائط مثل الكمبيوتر اللوحي المتنقل وتطبيقات الهواتف النقالة قمنا بتخريج طلاب الدفعة الثانية من أكاديمية كاتون نتورك للرسوم المتحركة حاز الطلاب الاثنى عشر المتخرجين من الدورة التدريبية التي استمرت لمدة عام كامل وانتهت في شهر أكتوبر 2012 على دورات تدريبية في استوديوهات كاتون نتورك العربية حيث كانت فرصة ممتازة لاكتساب المهارات من خبراء عالم الرسوم المتحركة تعتبر أكاديمية كاتون نتورك للرسوم المتحركة جزءاً أساسياً من جهودنا لدعم تطوير قطاع الرسوم المتحركة في المنطقة مع ما تقدمه منتقل للمواهب الإماراتية والعربية الناشئة في هذا المجال استلمنا في العام 2012 إدارة قمة أبوظبي للإعلام ومهرجان أبوظبي السينمائي لأول مرة حيث شارك في القمة أكثر من أربعمائة قيادي إعلامي وألقى خطاب افتتاحيتها بيل جيتس شخصياً وعكس مهرجان أبوظبي السينمائي المواهب الإماراتية النامية في صناعة الأفلام الإماراتية وتأثيرها على القطاع في المنطقة وقد شارك أيضاً مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة مع صانع أفلام عالميين في لجنة التحكيم للمرة الأولى برعاية والدعم أول مدير إماراتي للمهرجان وهو علي الجابري حضر آلاف عشاق الأفلام عروض مهرجان تروففست أريبيا بدورته الثانية على كورنيش أبوظبي في شهر أكتوبر في 2012 تضاعف عدد الأفلام المشاركة في الدورة الثانية مقارنة بدورته الأولى في العام 2011 حيث تم اختيار الفيلم الفائز من بين 16 فيلماً مشارك وذلك من قبل مدير المهرجان جون بولسن والمديرة المشاركة هند صبري ولجنة التحكيم المؤلفة من مشاهير صناعة الأفلام في المنطقة من ناحية الإخراج والإنتاج والتلحين والتمثيل في 2013 سنستمر بمتابعة أهدافنا طويلة الأجل لتشجيع الشباب العربي والإماراتي تحديداً على اختياره مجال الإعلام كخيار وظيفي مهم وشيق سنقوم بذلك من خلال مبادراتنا مثل برنامج إنتاجي للتدريب الوظيفي وبقية برابجنا الأكاديمية المختلفة كما نتطلع إلى رؤية المزيد من المواهب المحلية سواء من المختبر الإبداعي أو من المنطقة نعمل حالياً على اتفاقيات شراكات جديدة وسنتابع عملنا من أجل استقطاب مزيد من محترفي مجال الإعلام إلى مجتمع ابتكار المحتوى في 2454 ستوسع تدريب محفظة دوراتها التدريبية وستتابع إنتاج استقطاب المزيد من صناع الأفلام لتصوير أعمالهم في إمارة أبوظبي من خلال مرافقها الحديثة وتسهيلاتها المتنوعة يتطلع المختبر الإبداعي إلى أشراك المزيد من أعضاء مجتمعه في ابتكار المحتوى من خلال زيادة حضوره الإلكتروني وافتتاح مقر مخصص لأعضاء المختبر الإبداعي في 2454 كما يطمح المختبر الإبداعي لأنهاء 35 مشروعاً في العام 2013 منها مشاريع في قطاعات لم يعمل بها سابقاً مثل الألعاب الإلكترونية والنشر